تدخين محرم كما يذكر العلماء رحمهم الله لأنه ليس من الطيبات هو من الخبائث ثم الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم فكيف يعني يأتي الإنسان وهو يشرب دخان قبل الصلاة الانجلز يحضر من ذلك الذي يحضر منه لذلك كيف يمكن أن يأكل ثوم أو بصل مع أن الثوم والبصل أخذ الثوم والبصل الأصل فيها أنه مكروه أو مباح مثلا فما بالك في من يشرب الدخان لا تقرب منه الملائكة يتأذى منه الناس يتأذى منه أهله زوجته أولاده ثم الآن الولد إذا رأى الأب يدخل لابد يدخل ثم في الغالب عندنا من يدخل يعني أحيانا يدخل حتى أكرمكم الله في الأماكن القذرة في الحمامات ما يمكن لأنه معه الشياطين إضاءة للمال يعني هذا الذي يضيع المال الأصل عندنا في الشريعة أن الحاكم يأخذ أموال هذا حتى يتصرف فيها بالتصرف الصحيح لأن هذا يفسد المال العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى ويترك التدخيل لذلك يجب أن يأخذ الله سبحانه وتعالى وعليهم على جميع المسلمين